عندما أعلنت وزارة الإعلام قبل خمسين عاماً عن رغبتها في استقطاب عناصر وأصوات إذاعية تسهم بالعطاء والإبداع عبر أثير إذاعة قطر كان فوزي تركي علي الخميس الشهير بفوزي الخميس من أبرز الأصوات الإذاعية ضمن مسيرة الرعيل الأول ليظل صاحب الحنجرة الذهبية عالقاً بذاكرة مستمعي إذاعة قطر وسط هذه الكوكبة من المبدعين سجل الإعلامي فوزي الخميس مكانه غير تقليدية بشخصيته الوطنية والإنسانية وبحنجرته الذهبية ولغته العربية ولهجته المميزة وبإطلالته عبر شاشة الإبداع التلفزيوني قرابة الأربعون عاماً من النكهة البرامجية التي طالما تبناها كمذيع ومنتج في تلفزيون قطر حمل الكاميرا والدفاتر وراح يستكشف الزمان والمكان ويحط برحاله مع زملائه المصورين والمخرجين في أرجاء المدائن ويسجل ما يراه بكاميرا التلفزيون في سفر الزمان حكايات التاريخ والتراث والبشر فكانت برامجه وحديثه للمشاهدين محط اهتمام ومتابعة وتقدير في قطر والخليج العربي فوزي تركي الخميس الذي أثرى مسيرة العطاء في التلفزيون والإذاعة قرابة الخمسون عاماً والذي ساهم بفكره وبعلمه وبآدائه وبإعلاميته في تقديم نموذج مشرف للبرامج التي تابعها آلاف المشاهدين على مدى عقود متتالية من الزمن الجميل عبر شاشات الخليجية في السعودية وقطر والإمارات ولد الإعلامي القدير فوزي تركي علي الخميس في عام 1943 بدى حياته الإعلامية في المملكة العربية السعودية في إذاعة الرياض في منتصف الستينيات ساهم في تقديم برامج تلفزيون أرامكو ثم التحق في إذاعة الدوحة في عام 1968 ومن أشهر برامجه الإذاعية في قطر في أواخر الستينيات ورقة وقلم استوانات للبيع هو الإعلامي فوزي الخميس وجه تلفزيوني مميز تذكره الأججال بعظيم التقدير لم يتوقف عند عتبات الاستيديوهات فحسب بل كان مبادرا جال المدائن مستكشفا التاريخ وباحثا في ثناياها وراح ينبش في ذاكرتها ما بين الأرض والسماء والبحور والجبال ليجمع المكان بالزمان والشخص بالتاريخ إنه صاحب مدرسة إعلامية في إعداد وتقديم مئات البرامج التلفزيونية من أشهرها نادي الهواة، شباب الأمس، برنامج حروف، مسابقات في حياة الأمس كان الإعلامي فوزي الخميس أحد فرسان العطاء في الشاشات الخليجية الذي مد الأجيال بماضيهم وما فيه من مآثر ومواقف تبقى شاهدة هي الأخرى على فترات جميلة من الزمن الرعيل التلفزيوني الأول في الخليج العربي وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة